اشتركوا في القناة طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن لغز امرلد رانش الغريب طبعا كلنا نعرف اللي هو منطقة امرلد رانش يعني منطقة امرلد رانش ناسها جدا جدا سلبيين يعني انت تتكلم معاه بطريقة ودية هو يرد عليك بطريقة هجومية جدا يعني الناس اللي فيها مودهم عكس الناس ومودهم جدا في الارض يعني كأنهم يخبون شيء او يعني عندهم شيء مخبه في هذه المنطقة ففي هذا المقطع راح ندور على هذا الشيء فيلا نخش في المقطع اولا المسؤول عن منطقة امرلد رانش هو يوجين ويغنر طبعا امرلد رانش منطقة صغيرة جدا والمباني فيها يعني معدودة وجدا قليلة اهم مبنى في المنطقة وهو افخم بيت لهو بيت السيد ويغنر اضافة الى العديد من المنازل الصغيرة للمزارعين عشان يعني يقعدون فيها ويمشون امورهم في هذه المنازل الصغيرة وايضا راح يكون في حانة لكن هذه الحانة لم تعد تعمل بل انها اغلقت بشكل كامل طبعا زي ما قلنا سابقا سكان امرلد رانش غريبين جدا ودائما دائما يفهمون اي موضوع بالعكس طبعا فيه كلام كثير جدا يدور حول يوجين ويغنر المسؤول والبعض يقول انه يخبي سر كبير جدا في بيته طبعا لما تيجي للبيت او بيت السيد ويغنر وتطالع في الدور الثاني وتحديدا في النافذة راح تلاحظ بنت تطالع فيك بنظرات غريبة جدا ويقال انها ما تطلع الا في الظهر ومنتصف الليل طبعا هذه البنت هي ابنة يوجين ويغنر المسؤول طبعا البنت ما تسوي اي حاجة كبيرة او تأشر لك او حاجة فقط فقط بين فترة وفترة تصلح شعرها وتحك وجهها فقط لما تبحث في الموضوع اكثر يطلع اسم البنت هو مريم مريم يوجين ويغنر طبعا الان بعد ما شفت هذه البنت الحين راح تجي في بالك العديد من الاسئلة ليش مريم محبوسة هل هي محبوسة برضاها او غصبا عنها هل ابوها مريض نفسي وهل نقدر نساعدها ونطلعها من البيت طبعا اللعبة اعطتنا تفاصيل اكثر عن مريم احيانا وانت ماشي في اي طريق تحصل هذه الحرمة اللي حصانها مات راح تطلب منك انك تساعدها وتوصلها لمنطقتها تسألها ايش هي منطقتك راح تقول لك اللي هو امرلد رانش وبعدها راح يدور حوار دقيق جدا بينكم احيانا المترجم للقناة طبعا أول شيء ذكرته الحرمة اللي هو الحانة وقالت إنه الحانة تقفلت بسبب حدوث جريمة بشعة جدا فيها طبعا لما تيجي للحانة في امرلد رانش راح تحصلها مفتوحة وتقدر تستكشفها أول شيء راح تلاحظه هو وجود الدم في الأرض والدم نوعا ما يعني جاف يعني الجريمة حدثت منذ وقت طويل والشيء الثاني اللي راح تلاحظه العديد من القزاز المحطم والمرمي في جميع الأماكن طيب انت على طول راح تيجي تدورها في عقلك يعني دم وزجاج مكسر أكيد أكيد راح تقول صار شجار أو مضاربة في هذه الحانة واللي أكد كلامنا أكثر على إنها مضاربة راح يكون الدليل الثالث طبعا على جدار الحانة الأمامي راح يكون في ثلاثة طلقات لسلاح معين تأكدت الحين إنها مضاربة؟ نعم هي مضاربة الشيء الثاني اللي ذكرته الحرمة إنه مريم محبوسة لفترة طويلة جدا وأيضا ذكرت إنه مريم سابقا كانت تطلع من البيت يعني لما كانت صغيرة كانت تطلع من البيت لكن الآن هي محبوسة وثالث شيء ذكرته إنه يمديك تشوف مريم في الطابق الثاني من منزل ويغنر وفعلا حين رحنا للبيت وحصنا مريم في الطابق الثاني أيضا راح نقدر نعرف تفاصيل أكثر عن مريم لو حصنا عربة الرسائل بالقرب من حصن الفورت ووليس في العربة راح يكون العديد من الرسائل لكن الرسالة المهمة والتي تهمنا راح تكون رسالة لمريم ويغنر من ابنة عمها طبعا محتوى الرسالة على السريع الجزء الأول من الرسالة ابنة عمها آنيبيل ذهبت لنيويورك للعمل وأرسلت هذه الرسالة لمريم تقول فيها إنه نيويورك منطقة جميلة وفي نفس الوقت منطقة سيئة جدا لكن هي راح تحاول بقدر الإمكان إنها تتأقلم على الوضع لأنه هذه هي لقمة العيش الوحيدة اللي عندها الجزء الثاني من الرسالة آنيبيل تقول إنها جتها رسالة من صديقتهم ليلي ميلت وتقول فيها إنك يا مريم ما طلعتي من البيت لعدة أشهر والجزء الثالث من الرسالة آنيبيل تقول فيها إنه ما يمديها تتخيل حجم الألم اللي قاعدة تعيش مريم بعدها قالت إنه صعب جدا إنك تخسرين جوشوا بهذه الطريقة الصعبة وفي نهاية الرسالة كتبت ملاحظة بسيطة قائلة فيها عم يوجين مع احترامي الكامل لك إذا أنت السبب في حبس مريم أتمنى إنك تفكر في قرارك وتراجع قرارك أكثر وأكثر وأكثر أعرف إنك تحبها بس أرجوك لا تستخدم منصبك في حرمها من حياتها ولا تقابل الحب بالعنف مريم شخصية جميلة وشابة ولديها مستقبل مشرق أتمنى إنك تفكر في قرارك وتراجع قرارك جدا طبعا بعد ما قرأنا الرسالة وفهمنا محتواها نقدر نستنتج مجموعة من الأمور المهمة في القصة واللغز أول شي رح نستنتج إنه مريم محبوسة بسبب والدها يعني والدها حابسها لسبب ما أيضا عرفنا شخصية جديدة اللي هو جوشوا وجوشوا غالبا غالبا هو حبيب مريم وأيضا من الرسالة نستنتج إنه جوشوا مات بأبشع الطرق طيب بما إننا عرفنا إنه في مقتول اللي هو جوشوا وأيضا سابقا عرفنا إنه الحانة فيها آثار جريمة كثيرة اللي هو الطلقات وأيضا الدم وأيضا الزجاج المنتشر في الحانة لازم لازم نربط بين الاثنين اللي هو مقتل جوشوا والهو الصالون أنا أقول مقتل جوشوا حدث في الصالون أيضا تقدر تحصل قبر جوشوا خارج الحانة وأيضا مكتوب على اللي هو القبر قتلة بالخطأ طبعا كلنا نعرف إنه أغلب الأجانب يكتبون كلام حلو على قبورهم لكن هنا مكتوب قتلة بالخطأ نقدر نستنتج أمر مهم جدا واللي هو اللي قتل جوشوا غالبا غالبا دفنوا ودفنوا بالقرب من الحانة طبعا الآن عندنا بعض الأدلة الكافية اللي منها نقدر نستنتج قصة مريم مريم لديها حبيب يطلق عليه جوشوا طبعا أبو مريم ما عجبه جوشوا لأسباب غير معروفة مما أدى إلى إنه يقتله في الحانة ولهذا السبب كان فيه طلقات الرصاص والدم وغيرها طبعا بعد حدوث الجريمة أبو مريم حبس مريم لأنه ما يثق فيها بعد الآن وإنه يعني ممكن تجيب له شخص آخر شبيه لجوشوا لذلك حبسها بشكل كامل بعض الأشخاص قاموا ببعض التجارب على مريم بعضهم طلق بالرصاص على نافذة مريم لكن النافذة كانت مضادة للرصاص ومريم على طول هربت لداخل البيت وابتعدت عن النافذة طبعا هذا البيت أنت ما تقدر تخش له هو البيت مقفل بشكل كامل لكن فيه شخص قدر يخش للبيت بقلتش بسيط طبعا والله خش البيت وطلع لمريم وصور هذه الصورة طبعا هنا قاعد جم مريم والوضع طبيعي ومريم ولا حركة وبرضو قاعدة تطالع في النافذة وأيضا نفس هذا الشخص قدر يطلع مريم من البيت ومريم كانت تلفلف في المنطقة ووضعها طبيعي لكن زي ما قلت لكم قدر يخش للبيت بقلتش يعني ما قدر يحل اللغز طيب هذه هي قصة مريم شاركونا في خانة التعليقات هل تحسون قصة مريم لائقة على الأدلة اللي حصناها أو عندكم قصص ثانية ممكن تقولون إياها في خانة التعليقات شاركونا بيها طيب كذا وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة